قيل سابقا بأن القراءة هي مقياس لحياة أي مجتمع ومصدر إلهام مبدعيه فماذا عن هذا المقياس في الكويت؟ فهل هناك من الشباب من لا يزال لديه شقف في القراءة؟ وكيف ينظمون هذا الشقف؟ وما هي متطلباتهم لإعادة نشر ثقافة القراءة؟ وإعادة المجتمع للكتاب مرة أخرى في ظل قياب واضح لدور المكتبات العامة عن نشر هذه الثقافة؟ لطالما كان للقراءة دور فاعل في إيجاد الأرضية الخصبة لثقافة وتميز أبناء الكويت من خلال الفعاليات الداعية للقراءة كالصالونات الثقافية أو المهرجانات الحكومية ولكن بدى واضحا أفول هذه الفعاليات والمهرجانات خلال الثلاثين سنة الماضية وهو ما دعا مجموعات من الشباب من الرجال والنساء لإقامة أنديتهم الخاصة بالقراءة نادي رؤية ثقافي اتخذ من مكتبة ميوز لاونج مقرا لإقامة فعالياتهم الأسبوعية والتي تتضمن تحليلا أسبوعيا لمحتويات كتاب يقوم أحد أعضائه بقراءته وعرضه وشرحه على باقي الفريق نحن عندنا أعضاء من مختلفة توجهاتهم مختلفة الكتب اللي يقرون فيها وعندنا أن كل أسبوع واحد يشرح كتاب من ضمن الكتب اللي هو قراها صراحة أنا قاعد أشوفهم يقرون بس يعني هو حسب المجال اللي يقرون فيه فإن شاء الله يكون مجالهم زين ومفيد بدل المجالات الثانية إذا كانت تلبية أو مجالات ما رح تنفعهم في حياتهم لقيت هذا القراءة لساعدك على الاستمرار في مثل هذه القراءات يعني من المساعدة عنوين كتب استشارات فكرية بالأراء الفكرية أيضا في اللغويات في البحث اللغوي في الأدب والشعر مثل أمور هذه من جهتها أكدت رئيس نادي سمارت روزيس للقراءة دعمهم كأندية للقراءة لبعضهم البعض من خلال الزيارات المتكررة بينهم كما دعت الحكومة إلى إعادة تأهيل المكتبات العامة لتواكب العصر الحديث من أجل احتواء الشباب المهتمين بالقراءة تحتاج المكتبات العامة بعض التطورات بحيث تكون مكتبات عصرية مناسبة للأطفال والشباب لكافة الفئات حتى كبار السن عندهم هواية القراءة وبالعكس ستصبح فيها أريحية لأنها سيكون مكان مهيئ وهادي للقراءة نحن نبي تكون مكتبات العامة نستقلها صراحة نبي يكون في أماكن غرف قاعات الموجهة التربوية دكتورة بدرية دهراب ناشدت أولياء الأمور إلى غرس ثقافة القراءة لدى أبنائهم من أجل إيجاد أجيال مثقفة تعود بالكويت إلى الواجهة مرة أخرى حالياً إحنا عندنا حصص القراءة مو موجودة في المناهج لذلك العيال في المدالس ما قاعد يشوفون هذا الميل وهذه الرقبة يعني إحنا خذينا الرقبة في القراءة من رقبتنا وإحنا في المدالس لما علمونا وضحونا أهمية القراءة حالياً الجيل لجأ إلى شيء أسهل من القراءة لجأوا إلى التليفونات إلى السوشال ميديا إلى الأمور هذه وتركوا القراءة الدعوات الشبابية انصبت على ضرورة إيجاد أماكن عصرية تحتوي المهتمين بالقراءة من جهة وحث وزارة التربية والتعليم على الاهتمام وترقيب طلبة المدارس بالقراءة لغرسها فيهم محمد النبهان الرأي